موسيقى وقع مبعثو مجلس النواب الليبي والمؤتمر الوطني العام في تونس على وثيقة إعلان مبادئ الاتفاق وطني يهدف لحل الأزمة الليبية ينتظر أن تتبنى مختلف الأطراف المتنازعة هذا الاتفاق إعلان مبادئ اتفاق وطني لحل الأزمة الليبية وثيقة توصل موفد مجلس النواب والمؤتمر الوطني إلى الإمضاء عليها بعد اجتماع غير معلن تواصل اليومين بالعاصمة تونس ويأمل الموقعان على الوثيقة أن تتبنى الأطراف المتنازعة والأمم المتحدة فحوى البيان في غضون أسبوع لينطلق العمل رسميا على تطبيقه هذه اللحظة التاريخية استغلها لكي أنادي كل الليبيين كل المدن الليبية كل أطياف الشعب الليبي أن تقف وراء هذا الحل لأنه أعتبره بأنه فرصة فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر ثانية نحن أصدرنا وثيق التفاهم موجهة إلى مجلس النواب وإلى المؤتمر الوطني وإلى السيد بن كيمون الأمين العام للأمم المتحدة لدعم هذا الاتفاق الليبي ليبي الاتفاق ينص على العودة للدستور الليبي السابق لحل مشكلة السلطة التشريعية وتهيئة المناخ العام في البلاد لإجراء انتخابات خلال مدة أقصاها سنتان ويقر الاتفاق تشكيل لجنة من عشرة أعضاء لاختيال رئيس حكومة وفاق وطني يكون له نائبان أحدهما يمثل البرلمان والثاني يمثل المؤتمر الوطني ويأتي هذا الاتفاق الذي وقع في العاصمة تونس في ذل تواصل إغلاق الحدود التونسية الليبية ومحاولة تجاوز برود العلاقات بين الجانبين التونسي والليبي لجنة لاختيار رئيس حكومة وأخرى لتنقيح الدستوري وعودة الاحتكام للدستور الليبي السابق بنود اتفاق تغلب عليه النوايا الحسنة في انتظار اختباره على أرض الواقع يتبين مدى جدية تعامل الأطراف المسلحة مع فحواه هايمن الرزقي سكاينيوز عربية تونس ينضم إلينا من تونس مستشار رئاسة البرلمان الليبي محمود المصراطي سيد محمود أهلا بك إلى الأولى من سكاينيوز عربية نستمع في هذا التقرير أنها فرصة تاريخية من الصعب أن تتكرر لاحقا لماذا سيد محمود وما الأمال المعلقة على هذه الوثيقة؟ فأعتقد ليس بهذا التضخيم وسألتنا فرصة تاريخية هناك اتفاق أمامي برعاية الأمم المتحدة كان يمكن أن يكون هو الفرصة التاريخية ولكن عابة المبعوث الدولي السابق والنديل اليون هو من أوصل الأمور إلى هذا الانسدد السياسي ولكن نحن لا نريد الآن تعبيط عزائم هؤلاء الرجال الذين اتخذوا الحوار واتخذوا الاتفاق مسلكا وخلقوا مسار آخر ربما موازي للمسار الذي تقود أهل المتحدة حتى يتم إنجاز مصالحة وطنية حقيقية هم اعتمدوا على القرار رقم 2009 والذي يقضي بمساعدة ليبيا في عادة الأمن وتعزيز القانون والاستقرار وبالتالي المنطلق والمبالي كانت واضحة ولكن ما مدى جدية هذه الأطراف وما مدى جدية ما تملك على الأرض قبل التحدث سيد محمود عن جدية الأطراف أود أن أعرف منك إن اليوم أمالة تبنى على هذه الوثيقة لكن لم نعرف ماذا ومن وراء هذه الوثيقة من هي هذه الأطراف سأتحدث معك بصراحة نتواصل معي عدد من نواب المجلس النواب ليلة الباريحة وأكدوا لي بأنهم أعتقد أربع أو خمسة أضاء من مجلس النواب من ضمنه السيد عيسى عريبي علي القطراني وبعض الشخصيات الأخرى وقالوا لي حرفيا عيسى عريبي طبعا قال لي بأنه نحن ندعم هذا الاتفاق ونحن نهندس لهم منذ فترة هناك أيضا من يوصف هذا الاتفاق وينعته بأنه انتفاف أو ربما قطع طريق أمام الحكومة الوفاق الوطني التي نتجت عن حوار الصخيرات ويعتبر أن هذا الاتفاق ربما قد يكون ضربة في مقتل حكومة الوفاق الوطني لأن الآن هناك ثيار داخل مجلس النواب يرفض بشكل واضح أصبح وجود السيد فايز السراج وبعض الأسماف في حكومة الوفاق الوطني وهذا ما قاد إلى تعطيل ربما حتى توقيع على الاتفاق السابق الذي نتج عن الصخيرات ولكن في كل الأحوال تعتقد أيضا أنه ما تحقق نتج عن حس وطني نابع من عدم تحقيق المبادرات السابقة أي أمور إيجابية إن فيما يخص الجيش الليبي ودعمه أو فيما يخص أي أمور أخرى في الداخل الليبي هل توافقون هذا الرأي؟ بالفعل لأن هناك مغالطة حقيقية الآن الصراع في ليبيا ليس بين طرفين سياسيين لديهم طرفان سياسيين لديهم قوة على الأرض تتقاتل وبالتالي إذا اتفق هذان الطرفان السياسيين ستنتهي الأزمة على الأرض سينتهي القتال العقد انفرط الآن في ليبيا هناك أطرف سياسية امتضت ميليشيات مسلحة خلال الفترة الماضية بما يعرف في قصورة فجليبية الآن الأطراف السياسية ذهبت إلى الحوار والميليشيات ما زالت ترتكب الجرائم داخل العاصمة ترابلس لا توجد أطراف سياسية حقيقية في الأزمة الليبية في خارطة الأزمة الليبية لديها القدرة على السيطرة على الميليشيات المسلحة الموجودة على الأرض وبالتالي هنا الأزمة وبالتالي لن ينتج عن أي وفاق وطني ما لم يكن بقوة المجتمع الذولي وما لم يكن هناك نية ورغبة واضحة في تحييض هذه الميليشيات المسلحة الموجودة على الأرض وتجريدها من أسلحتها لا يمكن أن ينتج عن أي حوار أو ينتج عن أي مبادرة وفاق وطني حقيقي أيضا هناك مشكلة أخرى وهي قد تعيق أي وفاق وطني قادم الاختلاف الآن على تسمية بعض المجموعات والعناصر بأنها إرهابية هناك أطراف سياسية ما زالت تصر إلى غاية اليوم وتقول بأن من يقاتل في بنغازي هم ثوار بينما من يقاتله الجيش الوليد في المنطقة الشرقية في بنغازي هم داعش هم إرهابيون تب في ظل كل هذه الأشكالات سيد محمود يعني بلود اتفاق تغلب عليها النواية الحسنة كما قرأها البعض كيف يمكن التعويل على نتائج أو نجاح هذه الوثيقة قبل اختبارها على أرض الواقع حقيقة الأماني كبيرة جدا الأماني كبيرة جدا ولكن نحن نصدم بواقع الآن خرجت أصوات بالأمس تصالبين متحدثا رسمي عبر صديق مشتركة حول تصالبين متحدثا رسمي لمجلس النواب السيد فرج أبو هاشم وأرسل لي حتى عبر هاتفي أرسل لي تصريح بأن هؤلاء الذين أعلنوا عن مبادئ الاتفاق لا يمثلون إلا أنفسهم وبالتالي الآن الخلافات أصبحت داخل مجلس النواب والخلافات أيضا كما نعرفها داخل المؤتمر الوطن العام وبالتالي الأطراف نفسها لم تتفق الطرفين أصبحوا مجموعة أطراف هذه الأطراف يجب أن تتفق فيما بينها وتذهب لأن تكون طرفين ويجلسون على وطيقة حوار حقيقية مسودة وفاق وطني حقيقي تنهي وتهتم بكل ما يتعلق بالأسمة الليبية وخاصة في الأخبار كنا قد قرأنا منذ قليل تطورات الأحداث أوصلتنا إلى أن المواقعان يأملان اليوم في أن تتبنى الأطراف المتنازعة الأمم المتحدة أيضا فحوى هذا البيان في غضون أسبوع لينطلق العمل رسميا على تطبيقه نحن بعيدون جدا من ذلك غدا للناظرية قريب مسألة أسبوع يعني هي مسألة أيام ماذا سيكون موقف مجلس النواب ماذا سيكون موقف الأطراف الأخرى في داخل ما يعرف المؤتمر الوطني العام السابق ماذا سيكون رأي المجتمع الذولي ماذا سيكون رأي بعثة المتحدة التي لا زالت تصر بأن الوفاق التي وصلت إليه في الصخيرات هو الوفاق الحقيقي وأن الخيارات الموجودة أمام الليبيين خيارات ضعيفة وبأن لا أعتقد خلال الأسبوع ستتبلور كل هذه الرؤى وستتفق كل هذه التوجهات المختلفة عن تذهب في هذا الوفاق الورقتين فيما يعرف سيد محمود هل يمكن الحديث اليوم عن شروط لإنجاح هذه الوثيقة في اعتقادي إذا كانت هناك رغبة حقيقية ليس من المؤتمر الوطني فقط أو ليس من البرلمان فقط من كل الليبيين المسألة الآن هناك طرف ثالث داخل الأزمة الليبية من يتصارع على السلطة الآن نسى أو تنسى ما حذرنا منها قبل سنوات الآن هناك داعش تعلن عن نفسها صراحة في ليبيا من أقصر الشرق إلى أقصر غرب إلى أقصر جنوب وبالتالي هذا هو عدو الليبيين اليوم ما لم يتفق الليبيين على هذا العدو لا يمكن أنجاز أي مصالحة ولا أي وفاق وطني ولكن إذا كان لدينا مختلف معه سياسيا قاعد يقول لي على أبو وهيب السوداني وأبو مندر التونسي وأبو قيس السعودي الذين يمطون تحت تنظيم داعش يسميهم توار وبأنهم لديهم مبادئ ولديهم مكتسبات التورة المجيدة لا يمكن إطلاقا أن نصل إلى وفاق قبل انتهاء وقت هذا اللقاء لابد من التوقف أيضا تزامنا مع صدور هذه الوثيقة كان في حديث لأمين عام حلف النيتو يقول فيه أنه من المقرر عقد مؤتمر دولي في الثالث عشر من الشهر الجاري في روما لأعطاء زخم لبنود هذا الاتفاق وهذه إعلان لنقل إعلان المبادئ برأيك ما الدور الدولي وراء كل ذلك للأسف المجتمع الذولي هو من عمق الأزمة الليبية المجتمع الذولي هو من أوصل ليبيا إلى هذا الحال المجتمع الذولي إيطالي وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وكل هؤلاء كانوا يتفرجون تيرت الأربع سنوات الماضية على تنظيم داعش وهذا يبني بلد تحتية لكن ماذا عن تصريح اليوم سيد محمود اختصار لو سمحت ماذا عن تصريح اليوم أطلاقا أيضا لا أعتقد أن هذه المبادرة تحتاج إلى زخم ذولي هذه المبادرة تحتاج إلى رغبة حقيقية من الليبيين في الخروج من الهاوية مسألة زخم الدولي المجتمع الذولي يوميا يتغنى أمام الليبيين بأن على استعداد بأن يمنحهم القوة بأن على استعداد بأن يمنحهم الشرعية للحكومة الوفاق الوطني بأن على استعداد أن يحارب مع الليبيين الإرهاي ولكن المجتمع الذولي ليست لديه رغبة حقيقية في حال الأزمة الليبية إلا في حالة واحدة فقط وهو سباحة داعش باتجاه الشواطن الإيطالية والفرنسية وهذا ما حدث في السابق وما سنتوقعه سيحدث في الأيام المقبرة الخادمة وربما ما عرضته اليوم الغاردين عن توقعاتها بتدخل الناتو في عمليات عسكرية هذا هو السيناريو المقبل في ليبيا شكرا جزيلا لمستشار رئاسة البرلمان الليبي محمود المصراطي على هذه المداخلة في الأولى